اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد زيكم يا شباب أخباركم ايه أهلا بكم في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من حكاية المنجل الأسود ريومين لما شفتش الموسم اللي فات من الحكاية روحشوف الأول علشان تفهم أحداث الموسم ده ولا تلاقيني سايبلك الموسم كامل مجمع تحت في الديسكريبشن أو من علامة الآية اللي هتصار لك دلوقتي على الشاشة في الموسم الأول من حكاية ريومين ويفننا ما دخل مرة كمان للعالم اللي بيعملوا الحكام اللي قابلوهم وكان المرة دي فيها وحش كبير جدا وكان المفروض انهم يقضوا عليه وفعلا ابتدى ريومين في محاولة هزيمة الوحش ده وكان ضمر لي واحدة من عيونه بالفعل وبعد كده استغل ريومين الفرصة وان الوحش ما عندوش مجال بصر كبير وانه بشايف كويس وراح منقضة من وراء وقطع له واحدة من أجنحته فلو انت بقى بش فاكر اي حاجة من الكلام اللي لسه نقيله ده يبقى لازم تروحوا تشوف المقطع اللي فات بجد علشان تفهم القصة كلها وصدقني مش هتندم لان الحكاية دي من أفضل الحكايات اللي هتستمتع وانت بتتفرج عليها فبدون ما نحكي كتير ولا نطول في الكلام انا جينرو ودي قصة المنجل الاسود بنكمل قصتنا بعد ما قطع ريومين واحد من أجنحت الوحش ده وبيهاجم مرة كمان ضد الزعيم لحده بيروح قطع جناحه التاني وبيشوف بعد كده ريومين البار اللي موجود فوق راس الزعيم ده واللي بيكون عبارة عن نقاط الصحة وبيشوف انه لسه فاضل فيه عشرة في المية وده بعد كل اللي عمله فيه ده وفجأة بنشوف ان الوحش بيقوم من تاني وبييجي اشعار من النظام انه هيفعل مهارة اسمها التوهج الأخير وبعدها بييجي اشعار من النظام من تاني ان الزعيم بقى لا يكهر وبنشوف ريومين وهو بيعتفدت ضربات وبيحاول الزعيم انه يسددها ليه واحدة ورد تانية وبيعود ريومين يعد في السواني في عد تنازلي لحد ما المهارة بتاعت الزعيم تخلص وبيعود يقول خمسين ثانية بعد كده تلاتين ثانية بعد كده عشر ثواني وبعد كده خمس ثواني وبيبتسم ريومين وبيقول ثانية واحدة بس وكده بالفعل خلس الوقت وبييجي ساعتها اشعار من النظام انه تم إلغاء مهارة التوهج الأخير وبنشوف ان اول من الاشعار ده بييجي بيروح ريومين يطلع يجري في اتجاه الوحش وبيقتع راسه وبيقتله بالفعل وساعتها بييجي اشعار من النظام بموت الزعيم وبيبتدي يرتفع مستوى ريومين بشكل جنوني جدا وبياخد كمية من ذهب كبيرة كمان وكمان بياخد ريومين من النظام لقب جديد اسمه مقاوم العقوبة السماوية وبتكون من مميزات اللقب ده ان اللي بيحمله هياخد ضر اقل بنسبة 80% لما يتعامل مع الكائنات اللي من النوع المقدس في القتال وبما ان ريومين هو اول واحد قتل الزعيم ده في اللعبة فبياخد حاجة اسمها الاكسير المكسف وكمان رون التقلق وبنكتشف ان الاكسير المكسف ده عبارة عن مادة بيتم استخدامها في عناصر من الفئة السماوية وبنشوف ان الرون المقدس بيزود نقاط الزكاء بتاعته المستخدم وده بمقدار نقطة لكل مستوى يعني مثلا لو الشخصية مستوها 20 فهيزيد نقاط الزكاء بتاعته بمقدار 20 نقطة وكمان المهارات بتاعت المستخدم قوتها هتزيد بنسبة 1% ضد الوحوش من النوع المقدسة وبيقول ريومين بما اني في المستوى 30 فنقاط زكائي هتزيد بمقدار 30 نقطة وده شيء كويس جدا انا كده بش احتاج ان نزود نقاط الزكاء لفترة طويلة كفاءة لمعايا حاليا وبنشوف ان الناس اللي حوالين ريومين بيكونوا مش مصدقين اللي حصل ده وانه قدر يخلص على الزعيم لوحده وبيقولوا ان الوحش الحقيقي هو المينجل الاسود بش الزعيم اللي لسه مهزوم ده وبتيجي المشرفة في الوقت ده وبتقول انت اول شخص يعرف يخلص على زعيم انا فعلا اعترف بقدراتك الفريدة من نوعها وبتقول المشرفة علشان كده انا هعمل معاك مقابلة علشان الكل يعرف انت ازاي بتفكر وبتقول له ها قلنا بقى يا مينجل يا اسود انت ازاي عرفت تقتله فبيقول ريومن ايه السؤال الغبي ده انا كنت بس عايز اقتله واخلص منه اول حاجة جات في دماغي عملتها وخلاص وبتكمل المشرفة وبتقول طب انت ليه قتلته اصلا انت لو فدلت تهرب منه كنت اعترف تنجو وكمان كنت اتاخد جايزة زي بقية الناس فبيعود عليها ريومن وبيقول انا كنت قدر اعمل كده بالفعل ولكني ما استحملت الشكل الناس وهم عملين بيتقتله على ايده فبعدما بيسمعوا الناس الكلام ده بيبدأ يقولوا لبعضيهم يعني هو عمل كل ده علشان احنا مش لنفسه بس وبيقول واحد من الناس انا شكلها ابتدي احب المنجل الاسود ده واول ما المشرفة بتسمع الكلام ده بتسترب وبتقول البشر فعلا كائنات غريبة زي ما نسمعت يعني كانوا من شوية قاعدين بيقتله في بعض ودلوقتي اتعكست كل مشاعرهم تجاه بعضيهم وبتكمل وبتقول لريومن انا فعلا من الصعب علي فهم البشر فبيضحك ريومن وبيقول لي نفسه وازاي المرشدين الحكراء يعرفوا حاجة عن البشر اصلا وبعد ما بتخلص المرشدة كلام مع ريومن بتقول له دلوقتي انتم كلكم عملتم شغلة عظيم جدا ولكن ده ما يمنعش ان شوية منكم هيموتوا ولكن خلينا الاول نشوف النتائج وبنشوف ان ريومن هو طبعا في المركز الاول بدون اي جداد واللي بيكون اتل اكتر من 3500 وحش وبيكون المركز التاني على طول جايب 900 وحش فتخيلوا بقى الفجوة الكبيرة اللي بين قوة ريومن واي حد تاني موجود في المكان ده وبيكون ريومن في المستوى التلاتين وبيكون حتى لفي المركز التاني وبقية الناس متوسط المستويات بتاعتها بين التلاتاشر والاربعتاشر وبيقولوا الناس اكيد في حاجة هو اكسبها خليته يوصل للمستوى ده يعني ممكن يكون جالوا مكافأة بتديله نقاط خبرة ولا حاجة فبيقول ريومن لنفسه انا وصلت فعلا للمستوى التلاتين ده بسبب مكافأة نقاط الخبرة السماوية اللي اخدتها قبل كده ودي جايزة اخدتها بسبب اني كنت المركز الاول على كل المناطق وبرضو المرة دي بيكون ريومن بش المركز الاول على مستوى المنطقة بتاعته بس لا ده كمان بيكون المركز الاول على مستوى كل المناطق وبتكون الجايزة بتاعته هي اختياره لخاتم من التلاتة اللي معروضين قدامه دول واللي بيكونوا نادرين من الفئة المتوسطة وبيختار ريومن فعلا خاتم اسمه خاتم المقاومة وبيكون الخاتم ده لي شوية تأثيرات جانبية فبيكرر ريومن انه هياخده بالفعل ولكن هيحتفظ بيه حاليا وبش هيستخدمه على طول وبعد كده بيختار ريومن الجايزة بتاعت المركز الاول وده على مستوى منطقته يعني وبيكون مخير بين 3 حاجات يا اما انه ياخد تعزيز بنسبة 50% على كل الاحصائيات بتاعته لمدة 4 جولات او انه ياخد 4000 قطعة زهبية او انه يعرف معلومات عن الجولة الرابعة اللي هي الجولة اللي جاية يعني فبيختار ريومن انه هياخد 4000 قطعة زهبية انت ناس يقول لي ايه ريومن عارف كل اللي هيحصل اصلا وبيكون كل واحد في المنطقة مترتب في ترتيب على حسب عدد القتلات اللي معاه وبتقول المرشدة دلوقتي جي وتلموت اي حد تحت الترتيب رقم 1225 هيموت دلوقتي والناس اول ما بتسمع كده بتخاف واللي كانوا اقل من الترتيب ده بيعطوا يتبسلوا للمرشدة لكن طبعا مفيش فايدة وبتقول انتم حقراء حتى ما عرفتوش تبقوا احسن الف شخص هنا الموتوا احسن حاجة ليكم وبالطرع كده في صوابعها وبيبتدي اي حد اقل من الرقم ده يخطفي من العالم تماما وبعد ما بيموتوا كل الناس دول بنشوف ان فاضل في المناطق كلها هم 214 الف شخص وفي منطقة ريومن تحديدا 1225 شخص بالزبط وبيقول النظام ان في خلال لحظات هترجع تاني ارواح اللاعبين للعالم الحقيقي والجولة الجاية هتبتدي يوم 1 ابريل من سنة 2023 وبنشوف ان سيو سحيت وبتكون فرحانة انها فضلت عيشة وانها بقت من فئة المستدعي وفعلا بتجرب انها تستدعي حاجة وبتنجح في الموضوع ده وبتقول سيو انا نجحت في المرحلة الثالثة بسبب الجنيات اللي انا بستدعيها دي لانهم ساعدوني بشكل كبير جدا وبتكون سيو هي المركز الثالث على مستوى المنطقة كلها وبتقول انا مش مصدق اني في المركز الثالث اصلا وبتكون كسبة سيو بسبب الموضوع ده باللورة سحرية وبتقول يا ترى لو اديتها للمنجل الاسود ده هيبقى مبسوط بيها ولا لا وبعد كده بنروح لهوانك واللي بيكون صحي هو كمان وبيبقى متعصب بشدة لدرجة انه بيقعد يكسر في البيت وده بسبب المقلب اللي الريومين عملوا فيه وان كل احصائياته انخفضت بنسبة 50% للأبد وبيقول هوانك انا انتهى امري انا انتهى امري بسبب اللي حصل ده وبنشوف بعد كده ان كيم سونج بيتصل بهوانك وبيبتدي يتوتر وبيكون سونج متعصب وبيقعد يصيح على هوانك وبيقول له انت مجنون انت ازاي تتحكم في صحابك كلهم كده علشان تخليهم يعملوا المصيبة اللي هم عملوها دي فبيقول هوانك انا ما كانش عندي اي مفر انا كان لازم نعمل كده ويلا كان المنجل الاسود هيقتلني فبيقول سونج ويلا فيها يعني ما كنت تخليه يقتلك على الاقل كده ما كنتش هتخلينا نموت معاك عاجلا ام عاجلا فبيتعصب هوانك وبيقول طب وانا ليه اخليه يقتلني الوحدي ليه ما مموتش كلنا بقى بما انها خربانة خربانة يعني وبيقعد سونج يصيح وبيقول انت بالشايف اللي حصل بسببك كلنا احصائياتنا نزلت للنص وبقينا في وضع كارسي وكل ده بسببك انت بسبب جشعك لو كنت عايز تبقى ممثل المنطقة ها لو ما كنتش ممثل المنطقة ما كانش هيبقى معاك القوة انك تحكم فينا كده وبالتالي ما كناش هنبقى في الموقف اللي احنا فيه ده دلوقتي وبيحاول هوانك انه يسمع سونج ويهديه ولكن سونج بيكون متعصب جدا وبيقول له هوانك انت يا حقير ما تتصل شبية تاني ولا شوف وشك في الحقيقة ولا في الجولة الجاية ولو شوفت وشك صدقني اول حاجة هعملها اني هقتلك وبيروح قافل الخط في وشي هوانك وبيقول هوانك انا كمان ضحية زيه زي سونج بس هو اللي بيلعب دور الضحية ببراعة وبيحاول هوانك انه يتصل بكل صحابه علشان يساعدوه في الموقف اللي هو تحط فيه قدام سونج ده ولكن كل لما بيتصل بحد من صحابه بيقوله انه بش فاضي او ما بيردوش وبيعودوا يتجاهلو فبيتعصب هوانك وبيقول انا مش محتاج اصلا لنصحاب انا محتاج اتعلم ازاي انجل وحدي وبس وبيقوله وانجل نفسه في غضب كده انا هقتل اي حد فيهم اول ما شوفه المرة الجاية وهيكون اولهم الحقير اللي اسمه سونج ده وبعد كده بنشوف اان واللي بيكون رايح من تاني الجيو وبيحكيلو عن انه حصل في الجولة الاخيرة وبيقول جيو انت بقيته المستوى الكام دلوقتي واخترت فئة ولا لا فبيقوله ايوه انا بقيت في المستوى 11 وبقيت من فئة الفارس وكمان سيوب بقت في نفس المستوية وبقت من فئة المستدعي صحيح هي مختلفة عن الفئة بتاعتي ولكن انا وهي عملنا فريق حلو جدا فبيستغرب جيو وبيقول فئة المستدعي اظن انها مش حاجة شائعة خالص قدرتها ندرة على فكرة فبيقول اان فعلا انا استغربت انا كمان ما كنتش اعرف ان في فئة زي دي موجودة اصلا ولكن بسببها وبسبب الوحوش اللي هي بتاعرف تستدعيها احنا فضلنا عايشين في اخر جولة وبيقول جيو طب حلو ده انا عايزك تحسن علاقتك بيها وتحافز عليها لاننا هنحتاجها جدا وبيقول اان انا ما ظنش انها تكون عايزة تقرب مني اكتر من كده لانها اصلا مش مهتمة بي فبيقول جيو لأ عيب عليك يا عم انتهد الدنيا خليك وصك من نفسك كده بس فبيقول اان حاضر هبقى شوف الموضوع ده المهم دلوقتي انا اسف انا ما اضعش اوصل الرسالة بتاعتك للمنجل الاسود وبيبتدي يحكي اللي حصل في الجولة الاخيرة من المنجل الاسود وانه عزم الزعيم لوحده وكل اللي حصل ده وبيعديه يسمع اللي حصل وبيقول من الواضح من كلامك ان الزعيم ده كان قوي جدا والمنجل الاسود خلص عليه بكل سهولة فبيقوله اان هو خلص عليه بسهولة كأنه عارف طريقة هجومه وازاي هيصد ضرباته وازاي هيعرف كمان انه يخلص عليه لا وكمان نقاط ضعفه شخص زي ده يعتبر من اقوى الاشخاص في الوقت الحالي ان لم يكن اقوى شخص في اللعبة وما ظنش بصراحة ان شخص زي ده ممكن يقبل بالمساعدة من اي حد تاني لانه مش محتاجها اصلا وبيبتدي يفكر جيو في الكلام بتاع اان وبيقول لنفسه هو بصراحة كلام ام مقنع جدا وانا كمان كنت متعجرف قوي وفاكر نفسي قوي على شمعيك قوة رون الفارس الاسود ولكن المنجل الاسود ده قوته في حتة تانية خالص اتمنى اني اتعرف عليه لو الفرصة سمحت ليا فبيقول جيو الان خلاص انا مسمحك انت فعلا بتفكر بطريقة كويسة وليك عذرك انك ما بلغتش الرسالة بتاعتنا المهم ها تتبعت بقية الحكراء اللي انا كنت قلتلك عليهم ولا لا فبيقول ايوه واول واحد فيهم اسمه وانج يونج صحيح في مئات الاشخاص في انحاء البلد عندهم نفس الاسم ولكن احنا الشخص اللي بنشك فيه هو في العشرينات من عمره وعايش في سيول وده بيقل العدد الاشخاص المشتبه فيهم بنفس الصفات دي وبقوا معانا بس المشتبه فيهم هم خمس اشخاص فبيقول جيو طب هو فيهم بالزبط في مدينة سيول فبيقول له ان احنا فعلا بعثنا للجهات بتاعتنا عشان نعرف الخمسة دول سكنين فيهم بالزبط ولكن الموضوع ياخد منهم شهر تحديدا فبيقول جيو مفيش مشكلة نستنى شهر كمان اللي فيها يعني وبيكمل جيو كلامه مع ان وبيقول انت معاك دهب قد يد الوقتي فبيرد عليه ان وبيقول له انا معايا عشر تلاف قطعة زهبية فبيقول جيو كويس جدا انت محتاج عشرين الف قطعة جدا لينا فبعد كده بيقول ان في حاجة كمان انا عايز اقولك عليها في شخص ما في الشركة الاستثمارية بتاعتك اشتري عدد كبير اوي من الاسهم فاجئة فبيستغرب جيو كده وبيقول ميني الشخص ده وليه يشتري وقد ايه يشتري فبيقول له ان هو اشتري بتاع واحد وتلاتين في المية من الاسهم شركتك كلها فيستغرب جيو وبيقول انت متأكد من كلمك ده فبيقول له ان ايو انا متأكد انا زي زيك اصلا مستغرب كنت مستغرب في الاول من الرقم وكنت فاكر اني شفت غلط ولكن دي الحقيقة وبيقول جيو لنفسه انا شركيتي قيمتها حاليا 900 مليار ون وده اشترى واحد وتلاتين في المية من الشركة يعني دفع تقريبا 280 مليار ون مين الشخص اللي معه كمية الفلوس المرعبة دي علشان يعرف يشتري ويستثمر بالمبلغ ده وبيعود يقول لنفسه يا تارى مين اللي عمل كده وبيتصل جيو بواحد من اللي شغالين في شركته وبيطلب منه انه يبعد كل المعلومات الخاصة عن الشخص اللي اشترى الاسهم ده وبنشوف الريومن وبيكون مستغرب ان محدش يتصل بيه من شركة جيو علشان حوار الاسهم ولكن في الوقت ده بيدخل عليه اخوه وبيعود يصيحه وبيقول له في عيل كده قاعد يرخم علي ويتباهى باخوه انه في المستوى الحداشر انت بيت في المستوى كام فبيكذب عليه الريومن وبيقول له انا دلوقتي في المستوى الاثناشر فبيقول له ريون طب انت من فيت ايه فبيقول له ريومن ده سر ما ينفعش اقولك فبيقعد يصيح ريون علشان يعرف ولكن بيترده من الاغضة وبيقول له طلع برا انا مش فيقلك دلوقتي خالص واول ما بيطلع ريون من الاغضة بيجي اتصال ريومن وبيكون من جيو وبيقول جيو انا عرفت انك اخدت نسبة كبيرة من الشركة فعلشان كده بصراحة انا عايزة قابلك في الحقيقة وده علشان نتكلم ايه راييك نروح نتغدى سوى يوم الجمعة فبيقول له ريومن استنى كده وبيقعد يفكر وبيقول ريومن لنفسه يوم الجمعة مهم علشان اخد الرون الداخلي فبيقول ريومن لجيو طب ما نخليها يوم السب علشان انا مشغول يوم الجمعة فبيوافق جيو على طول وبيقفلوا الكلام مع بعض لحد ما يتقبلوا يوم السب وبيقول ريومن انا لازم استغل كويس المقابلة دي يوم السب ولكن قبليها لازم اني اهتم بالرون الداخلي واستغل الفرصة واغدولية وبيبتدي ريومن يشرح وبيقول ان احجار الرون فيه اكتر من طريقة علشان اعرف اجيبهم او حتى ممكن يتلاقوا في اماكن معينة في بعض الجولات وبرضه ممكن تيجي على شكل مكافئات في حالات خاصة وبرضه من بعض زعماء الوحوش وفي حالات نادرة اوي ممكن تقع لما يتم قتل وحش عادي ولكن كمان فيه طريقة علشان يعرف الشخص يجيبها من الحال الحقيقية وفعلا بيروح ريومن لمكان معين كده وبيقول ريومن ان فيه شخص اسمه جانج هيزر في المكان ده واسمه في اللعبة زي الحقيقة وهو جانج سيوك وبيقول ريومن ان الاسم ده لا ينسى ابدا لانه الاسم الخطف اخوية وبيفتكر ريومن في الاشباك لما اخو كان مخطوف وكان جانج حاطت سكينة على رأبة ريون وبيقول ريومن انا هسيبه يعيش لو انت قلتلي المعلومات اللي انا عايزها اللي محدش غيرك يعرفها وبيحاول ريومن انه ينكر انه يعرف حاجة وبيقول انت بتقوله يا عم انت وعايز ايه بالضبط ولكن جانج بيقعد يضحك كده وبيقول انت طبعا دلوقتي بتقول انا عرفت ازاي كل المعلومات دي انا عرفت بسبب رون ذكريات القلب اللي معايا واستخدمته على اخوك وعرفت كل حاجة بعد ما شفت ذكرياته كلها وبيقول ريومن انا من بعد اللي حصل في المرة دي وبيعت كل ما ارجع فيها من بداية العالم الملعون ده اول حاجة بعملها هي اتله ولكن المرة دي بيقول فيها ريومن انه ما عندوش ضغينة ضده ولكنه عايز بسرون ذكر القلب اللي معاه وهياخد قلبه وخلاص والموضوع كده هيكون خلص قبل ما يبتدي وبنشوف جانج وهو داخل وبيكون شايل واحدة ستة كده وبيكون خطفها وبيرميها على الارض وبيكون حط البلاستر على بقاه وبيشيره وبيقول لها انا هسيبك تمشي ولكن ما تعدش تصرخي كده وتقري فينا فاول ما بيشير البلاستر بتقري التصيح وبتقول له سيبني ارجوك انا مش هقول لحدة اللي حصل ده فبيقول لها جانج انا مش هسيبك دلوقتي برده وما تعطيش تقول لي يا انا عندي عيال وبيت ولازم ارجع لهم والكلام الحمضان ده لو عنديك حاجة مهمة قوليها ما عندكيش خلاص فبتقول البنت دي هو كل ده بسبب اني بصطلك بشكل وحش يوميها فبيستغرب جانج وبيقول انت بتقول لي ايه بالزبط وبنشوف فلاشباك للاحداث اللي حصلت من ليلتين بالزبط وبيكون جانج يماشي في الشارع وبيقول لي نفس يا ترى انهي بنتنا المفروض اختارها النهاردة وبيشوف بنت كده معينة وبتعجبه وبيستناها تبقى وقفة لوحدها وده في واحد من الشمارع الجانبية وبيروح يستخدم عليها قدرة بتعمل نور كده عالي جدا لدرجة انها بتتعمل جزء معين من الوقت وبيكون هو خلص اللي هو عايزه وبيسيبها وبيمشي وبيقول جانج انا حياتي قبل اللي حصل ده كانت مملة جدا ولكن بعد اللعبة وبعد ما حصلت على الرون المضيق بقت ممتعة وببساطة الرون المضيق ده بيخلي المستخدم جسمه يطلع نور قوي جدا لدرجة انه بيعمل قدامه تقريبا وبيروح في يوم جانج للقفاء اللي متعود يقعد فيه ويجيب منه المشروب بتاعه ولكن المرة دي بيشوف نادلة مختلفة وبيقول لها انت اول مرة تبقى هنا صح انا باجي هنا كل يوم لكن دي اول مرة اشوفك فبتقول لي البنت مظبوط انا جيت لان معظم الناس اللي كانوا شغالين هنا مشوا وكانوا محتاجين ناس جديدة فبيقول جانجي طب انت عندي كم سنة فبتقول له 32 فبيقول لها يعني انت مش من ضمن اللاعبين اللي بيدخلوا اللاعب بش كده فبيقول له اه يا عم احسن حاجة على فكرة فبيقول لها طب انا معجب بيكي ممكن اخد رقمك فبتتوتر ستو وبتقول له انا اسفة بس مش هينفع خالص فبيتعصب عليها جانجو بيقول لها طبعا طبعا علشان شكله وحش ها بش كده هاتي فلوسي وخلاص انا همشي من مكان القذر ده وبش هارجع تاني ابدا او هشوف لي حتة تانية اخد فيها مشروبي تكون بتحترم الزباين فبتستغرب الستو وبتديره الفلوس فعلا وبيخوك جانجو هو متعصة وبيقول الملعونة دي بتاخد الناس بالشكل وانا اخليها تندم على فعلتها دي وفعلا بيشوف ان الستة دي في يوم وهي مشية بيروح دربها جانج على راسها بمضرب وبنرجع تاني للوقت الحاضر وبتقول الستة لجانج انا اسفة انا مش هعمل كده ثاني انا مش هحكم على حد من شكله صدقني انا فعلا اللي غلطانة فبيقول دي عليها جانجو بيقولها انت شكلك كدابة وهتتعبين معاك انا مش ميصدقك وبيقوم ضربها كمان وبيدخل رومن في الوقت ده وبيقول لي جانج انت هتفضل منحرف لعين كده في كل مرة شوفك فيها فبيستغرب جانجو بيقول له بس انا مفيش حد كان بيجير ورايا هو مين الشخص اللي بيتكلم ده وفجأة بيظهر رومن واللي بيكون نابس قناع وبيكون مع السلاح الخاص بي واللي هو المينجل الاسود وبيقول لي جانج انت لو فتحت بقق دلوقتي وكنت السبب في ان اي حد تاني ييجي فانا هقتلك وبيقول جانج انت عبيت ولا ايه انت جاي بقناع لعبة ومينجل كده لعبة وعايز تعمل فيها بطل فبيتعصب رومن وبيقول له انت فاكر ان المينجل ده لعبة بعد كل اللي بيحصل وبيعد يلوح بي مين وشمال وبسبب التلويحة بتاعته دي بيتحرك الهوى اللي في المكان وساعتها بيدرك جانج انه بيش لعبة خالص ولكن نصلاح حقيقي والقدامه ده هو المينجل الاسود وبيقول جانج لريومن انت لاعب بش كده فبيقول لي رومن البنت اللي خطفها انت تقدر تنهربي دلوقتي صح لو تقدري فهرابي قبل ما تبدأ المعركة بيني وبين الحقير ده وساعتها ممكن تموت بالغلط ولا حاجة فبيتعصب جانج وبيقول انا ما سمحتش ليها انها تمشي انت ازاي تجرؤ على انك تقولها تمشي من هنا فبيتعصب رومن وبيروح بسرعة وبيضرب جانج ضربه في منطقة حساسة جدا وبيقعد يعيط على الارض زي العياء وبيقول رومن لي انا قلتلك تسقط بالفعل وما تفتحش بقك بش كده ولا ايه وبيكلم رومن البنت دي التاني وبيقول لها امشي من هنا وملكيش دعوة بي انا هتصرف معاه فبتشكروا البنت ديت رومن وبتطلع تجري واول ما بتمشي الست بيقف رومن قدام جانج وبيقول دلوقتي خلينا نبتدي الحفلة ويبتدي دوري علشان اقبك على كل افعالك يا حقير وساعتها بيتعصب جانج وبيقول بصوت عالي انا هقتلك انا هقتلك دلوقتي انت فاكر نفسك مين بالزبط علشان تعمل معايا كده انت متعرفش هانا مين ولا ايه فبيضحك رومن وبيقول انت تمرك حلوة خالص وعاية استقاوم صح انا بحبك كده على فكرة اصلي ايه الممتع في ان يعتل فريسة عاملة فيها ضحية لكن لو اقتلت فريسة بتحاول تقاوم فالموضوع هيبقى ممتع اكتر مش كده ولا ايه ما ترد علي يا عام جانج بنت خبرة بق وبيقعد رومن يستهزق ويدحك عليه فبيتعصب جانج اكتر وبيقول انت واخد حقير على فكرة انت مجنون صح انت عمل بتتحك علي ليه انا اخو تحق منك دلوقتي وبيبتدي اجري جانج في ناحية رومن بسرعة علشان يدربه وبيطلع جانجس لا حد جدا وبيحاول ان يدرب بريومن ولكن ريومن شايف المستقبل قبل كده وعارف ان لا يحصل بالفعل وبيتفادك كل الدربات زي ما يكون حافظ تحركات جانج ما طبيعي لازم يتفادك كل الدربات دي ما هو قاتله تقريبا قرب المئة مرة وبيكون مستقرب جانج من الموضوع ده وبيقول الحقير ده بيتفادك كل الدربات بسهولة كده ازاي الولد ده مش طبيعي خالص وساعتها بحركة واحدة من ريومن بيروح مطلع المنجل بتاعه وبيقطع ايه جانج واللي كان فيها السلاح اللي كان مسكت وبيقعد يسخ جانج من القلم وبيكون ريومن واقف مستغرب وبيقوله هو الموضوع صعب ومقلم قوي كده ولا ايه اصلا ما جربتوش قبل كده سادي اول وقت ريومن ده جدعاء وبيكون باين على جانج الرعب والخوف والتوتر ولكن ريومن بيقوله ايه بتمسك نفسك كده يال احنا لسه بابتدي ناس فبش بيرد عليه جانج فبيتعصب هنا ريومن اكتر وبيموح متحرك بسرعة كبيرة وبيمقاطع ايه جانج نصيا بالمنجل بتاعه وبيكون واقف جانج في مكانه وبيش عارف انه يتحرك من الالم وبيبكي وبيقول معقول معقول ان نهايتي هتكون بالطريقة دي على ايدي الحقير ده لا انا اكيد مش هموت هنا انا هقدر اعيش ولكن اللي محتاجه اني اخلي الوغد ده بشايف حاجة وساعتها هيكون من السهلة علي القضاء عليه وبيحاول جانج انه يستخدم رون الضوء ولكن اول ما بيشتغل فجأة بيقفه وبيبقى ولا اكن في حاجة حصلت وبيبقى جانج مش فاهم اللي حصل ده ولكن ريومن بيقوله انت مهما كانت قوة الضوء اللي هتطلع منك فهي ملهاش لزمة وده بسبب قدرة ليلة الموت بتاعتي واللي بتخلي اي ضوء يطلع من اي مصدر ملقوش اي لزمة لانه هيبقى ضعيف جدا وبيش هيقصر علي وبيقول ريومن لنفسه انا كنت عارف انه هيحاول يستخدم الرون ده علشان كده شغلت ليلة الموت في بداية المعركة ولو لاني معايا القدرة دي كنت قطعت رجلي بدل ما قطعت ايده في الاول حرفين ريومن ده زكية جدعان قوي وبعد ما بيستخدم جانج القدرة اللي ملهاش لزمة دي بيطلع ريومن وراه وبيروح قطع رجلي الاتنين ودلوقتي جانج من ريومن ولا حتى ديد وبيعد جانج على الارض وبيقول انت مشكلتك معايا ايه انت شيطان ملعون انت اكيد مش بشري انت مش بتعمل معايا كل ده بسبب البنت دي مش كده صح وبيعد ريومن ينغس كده في جانج بالمنجل بتاعه اكتر من مرة وراه بعد وبيقول انا عايز اتخلص منك لانك حشرة حقيرة زي الحشرات اللي بتخش على المحصول ويتبوزوا انتم الاتنين ملكمش لازمة ولازم يتم التطهير منكم في اسرع وقت ممكن بش كده ولا يا صاحبي وبيفضل يضرب فيه وبيقول جانج ليه وهو بيبكي انت بقد مريض نفسي انت مستحيل تبقى انسان انا مهما كانت الحاجات اللي انا عملتها لا استحق عليها كل اللي انت بتعمله ده لكن ريومن بش بيهتم بكلامه وبيفضل يضرب فيه وبيقول له تعال نشوف سوا كده يا صاحبي انت هتستحمل الالم وتضرب لحد امتى ايه رأيك في الموضوع ده وبيكون خلاص جانج جاب اخره وبيكون كله تفكيره هل انا استحق كل ده طب هو بيعمل فيه كده ليه طب ايه انا هموت امتى هل هو عايز يقتلني اصلا ولا هو بيتلزز باللي هو بيعمله لحد ما بيقول ريومن لي انت تحب تفضل عايش وتتقلم كده كتير ولا اقتلك واخلص منك فبيبكي جانج وبيقول لا اقتلني اقتلني افضل انا عايز اموت ارحمني ارجوك وبيحط فعلا ريومن المنجل بتاعه على رأب جانج ولكن بيضحك وبيقول له انت لو فاكر نفسك هتمود السهولة دي فانت حرفيا النازم تتعذب يا حقير انت دلوقتي ما عندكش حرية اختيار الموت لما تبقى انت عايز لان انا هاتلك وقت ما انا افكر في كده بش اكتر وما لكش حق انك تقول لي اعمل ايه او ما اعملش لانك مجرد حقير وبيفضل اضرب في جانج من تاني وبيكون جانج خلاص جاب اخره وبيقول لنا القلم اللي انا حاسس بيه ده هينتهي امتى وبيقول له ريومن اتلني ارجوك انا تعبت بش قادر فبيقول له ريومن انت عارف انا مين اصلا انا وانت ما نعرفش بعض وانت ما تعرفش انا بعمل كده لي اصلا ولكن في الحقيقة انا ما انفعش اقول لانا مين بس هقول لك يا جانج سيو كيون اني نلتقينا قبل كده فبيستعراب جانج وبيقول لنفسه هو عارف اسم الكامل ازاي فبيقول جانج من تاني هو الموضوع ده لعلاقة بالست دي اللي كانت هنا فبيقول له ريومن في الحقيقة لا املوش علاقة بالست دي ولا باي ست من اللي انت ديتهم قبل كده لكن انت قبل كده قررت انك تتجنن في عقلك وتخطف اخويا علشان تهديدني دي علشان تاخد مني شوية معلومات فبيقول له جانج انا ما عملتش كلا صدقني فبيقول له ريومن ما نعارف انه ما حصلش ولكن دي كانت حاجة هتحصل في المستقبل ولكن الموضوع بالنسبة لي في الماضي وانا لو كنت سبتك عايش فانا عارف كويس اللي هيحصل وهتروح تاخد رون ذكريات القلب وتخطف اخويا من تاني وتهددني بي فبيستغرب الراجل ده بيقول ماضي ايه انت مين بالزبط وعايز مني ايه وان اللي بيحصل هنا فبيقول له ريومن في رون هنا مختفي في المكان ده والشرط علشان يظهر او حد يلاقيه هو انه يسمع الصوت الحقيقي لقلب شخص ما فبيستغرب جانج كده وبيقول الصوت الحقيقي فبيقول له ريومن ايوه الصوت ده هو صوت خفيف وبسيط ولكنه بيضيف الحقيقة والاخلاص لقلب الانسان في المستقبل انت هتتحرج بستة جديدة هنا وهي هيتطلع منها الصوت الحقيقي من قلبها وهيكون بيطلب منك انك تتوقف عن اللي انت بتعمله ده وساعتها انت هتشوف الرون ده وهتغدق وهتبتدي تستخدمه في الجريمة اكتر من الاول والموضوع ده انا متأكد منه انا ادتلك اكتر من فرصة قبل كده في حيواتي السابقة ولكن دايما نفس النتيجة لاني ديلي الكلب وعمر ما يتعدل وحتى لو اتعدل انت ملكش لازمة انت فعلا لازم نخلص منك ونريح البشرية كلها بش كده ولا ايه فبيقول جانج انا خلاص ذهقت لو كنت عايزتي قتلني فقتلني وبيخلاص بقى فبيقول ريومن لا انا مش هعمل كده وبهم حاطط مصورة في بقى جانج وبيقول له انا مستنيك تموت من تلقاء نفسك يا جماعة بجد دي حاجة جانبية يعني عن الفيديو تمام انا من كتر اللي بيعمله ريومن ده ومن كتر ما هو سادي وما بيرحمش انا خايف الفيديو اتحذر عنف معلم عنف مش طبيعي وبيبتدي جانج يصيح وبيقول له يقتلني او اقول لك خليني اتكلم علشان تسمع صوت قلبي وساعتها هتاخد انت الرون فبيضحك ريومن بنتانو بيقول له انا اسف ولكن انا فعلا لقيت الرون ده فبيستغرب جانج فبيقول له ريومن ما تستغربش او كده انت فاكر اول مرة لما قلت لي من قلبك يقتلني ارجوك ساعتها ده كان صوت قلبك وانا اول ما سمعته كنت قادر على ايجاد الرون وبنشوف ان الرون فعلا بقى جزء من جسم ريومن وبنشوف الكلام اللي كتبه النظام عن الرون وبيكون مكتوب في الوصف ان المستخدم لو رائب شخص معين لفترة معينة هيقدر انه يقرأ افكاره ولكن لازم يكون الهدف قدامه وعلى الاقل في مسافة لا تزيد عن التلاتين متر وبيقول جانج طب خلاص انت اخدت اللي انت عايزه وعزبتني شوية حلوين سيبني اموت بقى في حالي فبيقول ريومن لا انا ماينفعش برضه اسيبك كده انت في ناس كتير قوي ازيتهم قبل كده وهم لسه متدهيقين منك خليني نلعب مع بعض شوية وبيفضل يسرخ جانج لحد ما فجأة بيموت من الصدمة وبيقول ريومن واخيرا الوغد ده مات صحيح ما في الشهود ولكن انا لازم انضف ريا الفوضى دي علشان ما يبقاش علي حاجة وبيكون مع ريومن قدرة اسمها محو القصار وبتكون قادرة على انها تخفي جسد الميت والدم والاثار والبصمات واي حاجة ممكن تدل على الفاعل وفعلا بيستخدمها ريومن وبتبتدي القدرة تشتغل زي السحر حرفية وبتخفي كل حاجة من المكان ولكن حاجة حصلت وبيقول ريومن انا كده اخدت اللي انا عايزه وهيكون من السهل التعامل مع جيو بوكرا في المقابلة بشكل كبير قوي وبنشوف تاني يوم واللي بيكون ريومن بيستعد بقى ولابس بدلة كده ومتشايك على اخر وبيشوف ريومن وبيقوله بش معقولة انت رايح لبنت من ريومن ما تقولي ولا ايه فبيقول ريومن ياضي يا غشيم انت انا رايح في مقابلة شغل بشقطة فبيبقى في فضول عند ريومن كده ولكن ريومن بيقوله ما تيلاش اول مرجع لو الدنيا مش يتحل وهحكي لك كل حاجة وبيبقى ريومن خايف جدا على ريومن وفلوسه كمان لان كل شوية بيستصمر في حاجات شكل واخر مرة استصمر في شركة هو ما يعرفش عنها حاجة وهتبقى مشكلة لو خسروا كل فلوسهم مرة واحدة فبيقول ريومن قبل ما بيمشي الاخوه خلي بالك من نفسك وحاول تفضل في البيت لان الوضع برا كارسي بسبب اللاعبين وقدراتهم المجنونة فبيقول ريومن انا عارف انا شفت الاخبار وعرفت ان في لعبين بيستخدموا قدراتهم في الجريمة وده غير اللاعبين اللي كانوا في السجن وهربوا بسبب القدرات والوضع الكارسي ده وما حدش عارف يمسك حد من الناس دول وبيقول ريومن لنفسه الوضع هيفضل كده الفترة وكمان كل شهر عدد سكان العالم بيقل بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت بقية اللاعبين الفضلين بيزدادوا قوة بشكل كبير وهيكون من الغريب ان الوضع هيفضل زي ما هو كده فاكيد لازم يحصل حاجة زي اللي بتحصل دلوقتي وبيكمل ريومن وبيقول مع الوقت اللاعبين هيوصلوا لقوة جبارة لدرجة انهم هيستعبدوا الناس العادية اللي مش مشاركين في اللعبة دي وما عندهمش قدرات زي اللاعبين وكمان القانون مش هيبقى ليه لازمة لان الحكومة مش هتبقى عارفة تسيطر عليهم واللاعبين هيبقوا هم السياد العالم ده وبيقول ريومن قبل ما يوصل العالم للمرحلة دي انا لازم اكون قوي واقوى من اي حد تاني واعمل نفسي سمعة تخلي الكل يهب مني علشان اعرف اني احمي نفسي وكل اللي بحبهم وبيقعد ريومن يدي شوية مصايح كده الاخو بيقول له فخلي بالك بقى من نفسك وبيقوم ماشي وسايبه ورايح للفندق وبيكون جيو طالب منه ان هم يعودوا فيه ويتغدوا سوي وبيقول ريومن الفندق ده على الورق تبع مجموعة شركات اسمها ولكن في الحقيقة هو بتاع جيو والموضوع ده يعتبر سر ومحدش يعرفه غيري لاني عرفته من المرات السابقة اللي كنت عايش فيهم وبيقول ريومن انا لازم استخدام المعلومات دي مع جيو علشان ابان اني مهم وعندي مصادري ومعلوماتي ولكن في الاول لازم ابان عي العبيد وبيروح ريومن لموظفين الاستقبال وبيعمل نفسه متوتر كده وبيقول لهم انا عندي معاد مع الاستاذ جيو هو اللي طلب مني اني اجي وقال لي اول ما تيجي اكلمكم وانتم هتدخلوني فبتقول موظفة الاستقبال فهمت دلوقتي ما تقلقش هو لسه مجاش انت تقدر تقعد هنا وتستنى شوية لحد ما هو ييجي وبيشوف ان ريومن قاعد عامل نفسه كده مبهور من اللي بيحصل والماكين اللي هو فيه وبيفتح بقه كده وبيبقاعد وبحلق زي الناس العبيد المهم وسط ما هو قاعد كده بيجي في الوقت ده قان وبيقول له انا حاسش اني شفتك قبل كده فبيقول له ريومن اها انت شفتني في بيت الممثلة سيو انت كنت واهف جنبها لما انا كنت لسه جاي في السكن جديد وكنت جاي اسلم عليكم فبيانحني قان وبيقول له انا اسف انا ما كنتش محترم ساعتها وبيكون قان بيعمل كده لانه عارف ان ريومن هو اللي مشارك ب 31% من اسهم الشركة وبيكون مستغرب وبيقول معقولة معقولة عائل عنده 20 سنة معاك كمية الفلوس دي بس الموضوع ده مشبوه قوي ان عائل زي ده يبقى معاك كمية دي من الفلوس وهو حتى بش منعيلة غنية ولا حاجة وبيقول ريومن ليه ساعتها عادي الموضوع بش محتاج كل ده وبيقول ريومن انت رئيس التنفيذي صح فبيقول له انا لا انت فهمت غلق وبيبتدي انا يعرف نفس وبيقول له انا بس مساعد الرئيس وهو هيتاخر شوية للأسف فانا جيت الاول علشان اعض معاك على ما هو ييجي وبيدخل المكتب سوا وبيقول ان انا اروح انا بقى والرئيس جايلك دلوقتي وبيبعت رسالة لجيو وبيقول له الولد ده في الحقيقة مضيع للوقت انا مظنش انه ممكن نحتاجه قوي فبيضحك ريومن ساعتها وبيقول لنفسه زي ما اتوقعت هو باعت ان علشان يكون زي استطلاع لي ويشوف انا ممكن اكون شخص تقيل ولا لا وازن انه عرفت اخدعه بنجاح وبعدها بشوية بيجي جايو وبيدخل له معاه آن وبيبتدي يسلم على ريومن وكده يعني وبيقعد ريومن وجيو وبيقول جايو الآن انه يروح يقعد جنبي ريومن فبيستغرب ريومن وبيقول نفسه هو يخلي آن يقعد جنبي من غير ما ياخد اذني ازاي يعني وبيبتدي ياكله مع بعضه وبيكون بيان على ريومن انه عبيد زي ما هو عامل الشخصية بتاعت وبيقول جايو لنفسه فعلا زي ما آن قال لي الولد ده استحاله يكون مستثمر مخضرم وبيقول جايو اكيد في حد بيدعمه بس مين يا تارا مفيش قدامنا حلغ اني اتكلم معاه وانعرف مين اللي نرى وبيقول جايو انا مبسوط اني شفتك انت عندك كم سنة فبيقوله ريومن عندي عشرين فبيستغرب جايو بيقوله انا عندي تسعة وعشرين كويس كويس احنا سننا مش بعيد او عن بعض وبيقول بعد كده جايو لريومن انت بقى جبت الفلوس دي كلها ازاي لا وكمان في الوقت القليل ده وسنك صغير كده هو انت من عيلة تشابل ولا ايه فبيقول ريومن لنفسه شكل في حاجة في الدماغ هو اكيد بيحاول يتأكد منه فبيقول ريومن لجايو لا لا انا مش من العيلة دي انا يدوب من وقت قليل اوي كنت طالب عادي ومفيش حاجة مميزة فيه فبيستغرب جايو بيقول طالب عادي ازاي يعني فبيقوله ريومن انت مكراتش المقالة اللي كان مكتوب عني ولا ايه فبيستغرب جايو اكتر فبيبتدي ريومن يشرح وبيقوله انا الشخص اللي كسب اليا نصيب ارمع مراتها ربعات فبيقوله جايو انت متأكد انه انت لان المبلغ كان 60 مليار ون بس والكلام ده من شهور انت اكيد خسرته نصهم اصلا ازاي عرفت تدفع 280 مليار ون فبيقوله ريومن انا كنت بستسمر في عملة البيتكوين واللي خليتني اكسب كل الفلوس الرهيبة دي فبيقول جايو ده جنون حتى انا كنت اخاف اعملها فبيقول انت اكيد محظوظ بقى لانك بتقول انك حتى حلمت بارقام اليا نصيب فاكيد نفس الموضوع حصل مع البيتكوين بش كده ولا ايه فبيقول ريومن ده بش حظ فبيقول جايو ما لقيه بالزبط طالما هو بش حظ فبيقول ريومن بص انا هقولك بقى ومفيش حد تاني يعرف الموضوع ده خليني اقناعك لانك غالبا عمرك ما هتصدقني بس انا معايا يا رون رؤية المستقبل وبيكون مستغرب جايو من الموضوع ده وبيقول ريومن ما تستغربش درون بيخليني اشوف المستقبل لسنوات قدام يعني اعتبرني مسافر عبر الزمن فاعترى اللي يحصل بعد كده في حكاية ريومن وليه بيفضح نفسه كده قدام جايو ويه اللعبة او اللعبة اللي هو بيلعب عليهم كل لو اكتر هنعرفه في القسم اللي جاي من الحكاية وكالعادة معنا سؤال للفيديو ده كامل مبلغ اللي استصمر بيه ريومن في الشركة بتاعة جايو اللي هجيوب صح هحط تعليقه في بداية الفيديو الجاي وخلونا نوصل المقطع ده لخمس تلاف لايك النهاردة انتم قدها لو يدعونكم تعملوا كده هنزل لكم القسم الجديد على طول بكرة وما تنسوا صلاة للنبي عليه وقفضل الصلاة والسلام كان معاكم جينرو شوفكم في مقاطع جاية ان شاء الله في رعاية الله وحفظه